بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع مهم وشاغل العالم مش بس مصر في الفترة الأخيرة بالمناسبة أنا يحيى مصطفى غانم مستاذ الأمراض البطنة والسكر كل الطب جامعة سكندري الاتحاد الدولي للسكر والعالم كله بيدور على مرحلة بيسموها مرحلة ما قبل السكر مرحلة ما قبل السكر أه مرحلة ما قبل السكر قبل ما الواحد اتشخص أنه عنده سكر خصوصا للنوع الثاني في مرحلة قبلها بيسموها بري ديابيتس أو ما قبل السكر وابتدوا الناس يهتموا بيها كتير قوي لأنهم اكتشفوا أنه في المرحلة دي ممكن تحصل مضاعفات مضاعفات آه وخصوصا مضاعفات في القلب زي قصور الشريان التاجي طب وإيه المرحلة دي المرحلة دي بتبانى عند الناس السمان وخصوصا السمنة اللي حوالين منطقة البطن أو أن يكون عنده لون غامق أو أسود في رقابته أو تحتباطه وأمه وأبوه يكون عندهم سكر وأن يكون ما بيتحركش كتير ويكون عنده ضغط ويممكن يكون عنده شوية دهون أي يعني المرحلة دي لو أنا ابتديت أتعامل معها بجدية ممكن أمنع حدوس السكر طيب يبقى حمنع المضاعفات طب والمضاعفات اللي بتحصل أثناء مرحلة ما قبل السكر طب يعني أنت بشخص السكر إزاي اللي هو النوع الثاني بشخص السكر بسكر صايم بعد صيام طول الليل 8 إلى 10 ساعات يكون أكتر من 126 وأن السكر الفاطر يبقى أكتر من 6.5 يبقى ده عنده سكر وبيأخذ النظام الغذائي والرياضة والعلاج بتاعه طب ومرحلة ما قبل السكر احنا قلنا مرحلة ما قبل السكر دي أن السكر الصايم ممكن يبقى أكتر من 100 لكن أقل من 126 آه يعني السكر الصايم مفروض أنه ما يزدش بأي حال على الأحوال عمية طب والسكر الفاطر السكر الفاطر يبقى أكتر من 140 لكن أقل من 200 199 طب والسكر التراكمي يكون من 5.4 من 10 لغاية 6.4 من 10 على فكرة المرحلة دي مش بس مصاحبة لتغييرات في شرعين القلب لكن بعض البنات بيبقى معهم تغييرات يحصل لهم تكيز في المبايت بيبقى معهم ارتفاع في مستوى الدون في الدم بيبقى معهم ارتفاع في مستوى الضغط في الدم طب والمرحلة دي أعملها إزاي؟ آه بالبحث المبكر فيه ناس بنسموهم هاي ريسك أو الناس المعرضين اللي أكتر من غيره طب وهم مين الناس دون؟ اللي بعد 40 سنة أبتدي أدور عليهم لما الأب والأم يبقى عندهم سكر لما تبقى السمنة كسفت السمنة أكتر من 30 لما تبقى واحدة ست ولد الطفل وزنه أكتر من 4 كيلو الست اللي عندها أكياس على المبايد اللي بتبقى موجودة عندها أو اللي عنده ضغط موجود عنده آه طيب طب إزاي يتعامل مع مرحلة ما قبل السكر؟ الأمور واضحة ثلاث حاجات نمر واحد نظام غذائي وتقليل الوزن يعني سعرات أقل الحاجة التانية الرياضة الرياضة المستمرة أربع مرات في الأسبوع الرياضة عامل مهمة في مرحلة ما قبل السكر اللي انها بتمنع لنها بتحسن حساسية الإنسولين بتمنع مقاومة الإنسولين أربع مرات في الأسبوع كل مرة عشر دي طب السؤال اللي طوله نار الناس بتسأله هل فيه أدوية تمنع إن الواحد يتحول من مرحلة ما قبل السكر إلى السكر الدواء الوحيد اللي مسموح به في المنظمات هو جبلوكوفاش لكن مقدرش يستعمله كده لازم يستعمله في شخص عنده مبادئ سكر ويكون معاه ضغط ويكون معاه دهول أو ما يكون معاه حاجة بيسموه هاي ريسك أو درجة الخطورة عنده تكون مرتفعة لكن بقيت الأدوية التانية اللي بنسمع عنها لها فايدة واحدة إن هي في الأبحاث قالت إنها بتجيب نتيجة لكن أكتر حاجة بتجيب نتيجة هي النظام الغذائي فقدان الوزن الرياضة واستعمال في حالات الخطورة العالية الجلوكوفاش أو الميتفورمين شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة